للحديث بقية المسلم في سعادة بالله سبحانه وتعالى وفي ثقة شديدة في موعود الله سبحانه وتعالى وأنه مؤمن ومصدق بشكل راسخ أن الغلبة لأهل الإسلام قطعا ويقينا قال الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها هكذا يخاطبنا القرآن فسينفقونها فلوس كثير أموال كثير حاملات طائرات كثير جنود كثير أسلحة كثير سواريخ كثير فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون هذا الخطاب القرآني مشاهدين الكرام محتاجين نأكد عليه مرة واثنين وثلاثة واربعة يكون راسخ داخل قلوبنا ونحفظوا الأبنائنا ونحفظوا الإخواننا أن النصرة لهذا الدين لا محالة والله العظيم فينصر الله هذا الدين فينصر الله عز وجل رسالته وكتابه وسنة نبيه وعباده الصالحين قال الله سبحانه وتعالى إننا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوموا الأشهاد نرحب ونسعد ونشرف بفضيلة الشيخ الحبيب الدكتور محمد حسن عبدالغفار يا مرحبا سيدنا يا مرحبا أخسن رضي الله عنك شيخنا الحبيب كم أشرف مشتقون لفضلتك وحتى المشاهدين يرسلوننا أين الشيخ؟ أنا خادم رفع الله قدرك سيدنا وبرك في عمرك في طاعته شيخنا الحبيب يعني مسألة الثقة في موعود الله سبحانه وتعالى وقضية التوكل على الله سبحانه وتعالى كم من فئة قليلة انغلبت فئة كثيرة بإذن الله إخواننا الكرام دايما يسأله بيقولوا طب وبعدين ما الحل إيه اللي هيحصل ما فيش يعني هي مسألة ان الكفة غير متوازنة مع الثانية لا ده ما فيش أصلا كفة أصادت تانية نعم ده صحيح ده يعني عصبة ضعيفة قليلة العتاد والعدة وكل شيء والمال والسلاح وكل حاجة بتحارب الدنيا الدنيا كلها جد لوقت الغزة في فلسطين نعم ماذا تقول لتثبيت قلوب المؤمنين؟ الحمد وكفى والسلام على رديل الذين اصطفى الله سيما النبي المشتابة والأمين المصطفى وعلى صحابتي الكرام لبيتي العظام المستقبلين الشرفة وبعد أنا ألتقت من حضرتك الكلمات الطيبة فسينفق هنا ثم تكون عليهم حسن ثم يغلبون الحقيقة أهل الكفر ليست لهم غالبة لكن لله يحكم ونشؤون في عباده قد قال الله تعالى وتلك الأيام نداولها بين بين الناس أنت تعلم ولا يخفى على شريف علم حضرتك أن في أحد كانت الغلبة لأهل الإسلام وكان الأمر أعظم مما يكون حتى صار القوم قالوا الغنيمة الغنيمة صحيح؟ فحدث ما حدث من المعصير وعدنا نركز في هذا عشان نمشي ماشيا وسائلا يعني عظيما لأسباب إنسان نتكلم عنها ونبين أيضا أن النصر قادم قادم وأن المسألة حتمية ورب السماء المسألة حتمية وراية الإسلام ستكون خفاقة عليها لكن أقول قال الله من الله سلم لو رأيتمون قد تخطفتنا الطيل فلا تبرحوا مكانكم المسألة محسومة من من؟ من النبي صلى الله عليه وسلم لكن لما وجد الغلبة وتناسوا الكدير أميرهم قال لو تخطفتنا الطيل فلا تربحوا مكانكم الغنيمة 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 حتى ذم الله دعا هذا الفعل وقال منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم اللي يبتي لكم ولقد عفى الحمد لله الجميع وهذا الذي نريده أن الله يعفو عنا لأننا سأقول إن إخوانا هناك هناك أخطاء أنا تكلمت عليها وركزت عليها وما زلت أركز عليها وما زلت أتكلم عنها يحسب الجاهلون أنني بذلك أكسر الإخوة فلا تذكر ذلك وتذكر رعيوب خليك معهم ناصر فقط قلت أنتم لا تفقهون أنا أريد نصرهم ونصرهم لأن يتأتى إلا بما أقول لأننا أصلا ننتظر نصرا لكننا لا ننتظر نصرا مشكوكا فيه نحن ننتظر نصرا حقيقي وفضلتك أنا متفاهم وجد نظر حضرتك لكن هو دايما الشباب بيظن أن فضلتك مثل المثبتين التانيين أنا مقتول من كل جميع لأنه مش فهل مني يعني فضلتك منهجك واضح وحدك المناصر للمستضعفين في كل مكان وتصدع بكلمة الحق دائما لكن يعني إحنا شفنا واحد مجرم من كم يوم طالع بفيديو يسخر به من أبي عبيدة المتحدث باسم المقاومة في فلسطين ويعمل بغطرته كده على وشه ويتريأ ويسخر فالشباب بيظن أن الشيخ محمد عفواً في شبه في شبه في الطريقة بين فضلتك وبين هؤلاء لكن أنا أعلم فضلت الشيخ محمد لا وهل أنا أستهزب بالمستضعفين أو أنا أقوي قوة الكفر عليهم أنا قلت من فعل ذلك خان الله ورسوله أنا قلت واجب على الأمة بأسرها لقوف أمام هؤلاء قلت واجب على الأمة أنا أذكرت واجبيني وهميني أنا أجليهم على نفس طريقة المتكلم فيهم الأولى هو وجوب الإضرار بهذه الأمة الخضبية هذه الأمة الملعونة وجوب الإضرار به وأنا أقول وعلى منبر حضرتك ودائماً أنا أسعد بهذا منبر الدين أنا أسعد الله يشخي أقول ورب السماء كل من استطاع أن يضر هذه الأمة فلم يفعل فهو خايل لله والرسول أمة اليهود نعم كل من استطاع أن يضرهم في معنوياً مادياً اقتصادياً كل من استطاع أن يفعل ذلك فلم يفعل فاتخان الله ورسوله وهو آثم وهو فاعل الكبيرة وممكن توصل لشيء فوق ذلك لكن دي لها ضابط شرائع معينة طب مش ممكن هنا الشيخ محمد حسن عبد الغفور يوجه رسالة لهؤلاء الدعاء أنهم الأسف أكثر من واحد يعني نعم يقول لهم اتقوا الله وسكوتوا شوية يعني اللي هم ليس لهم هم يا شيخنا يعني فضلتك ما شاء الله مناصر للقضية دائماً ما تقف في ظهر المستضعفين يا الله فضلتك في حلقة من الحلقات هنا يعني رأيتك تبك لأجلهم وتدعو الله لهم يعني ممكن الشيخ محمد ينصح لهؤلاء المجرمين يقول لهم وسكوتوا يعني يا شيخنا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خلق اللي يصمت يعني أقعد ساكت أنا سأقول لك شيخ فضل عشان أنا أحب أن أكون منصفا نعم أسأل رب أنه لكذا القوم لهم وجه القوم لهم وجه نعم وهذه الوجهة يحسبون أنهم ينصرون سنة بها نعم فهم يرون البدعة منصقة بهؤلاء القوم طيب على ما أراهنا خطأا نعم ويرون أنه لا ما لنا نتبرأ من هذا هم لها في قوم يا شيخنا هم يرونينا فقط ده أقف ده سلمونا خدها بالتصريح ده سلمونا وما زالوا يسلمونا يعني هم فضلتك عندهم مبتدع طوب الأرض عندهم مبتدع نعم يعني أنا نفسي يعني ما ينفعش نقول لهم اخرصوا شوية وما أنا هقول لهم الآن هقول لهم ماذا يفعلون لكن أنا أريد أريد أبين الوجهة لما حتى يكون للإنصاف أنا ما أريد مظالم وأريد أظلم أحد لأن ده حق لدعوة فأنا لست ممن يكونوا يمينا يمينا أو يسارا يسارا المسألة عندي ضوابة شرائية تحركوا دي جميل لما خاركت على الإخوة وقلت لهم أول ما انتكلم في هذه القضية قلت لهم صحافة المقادمة صحيح النتيجة كله فهم غلط أولا فهم غلط وأولا فهم غلط وكله حربني أنا أحمد الله بصد ما يحارب ما في المشكلة لكن أنا أعرف أن القوم أنا قلت لهم افهمني أنت عارف قضية محلولة من هنا أستاذي من العدو عشان تبقى نظرة نظرة دقيقة من العدو العدو من يشتم الله وهنسب له الولد ويصب الله للنهار من العدو العدو قاتل للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تكفي هذه العداوة ضارية بأن القضية إلى يوم الدين قضية ليست مؤقتها ولا تكون مؤقتها بحلم الأحوال لأن العدو قاتل للنبي صلى الله عليه وسلم والعدو يصب الله للنهار دي قضياتنا قضية عقيدة قضيتنا قضية عقيدة فأنا بيانت الأمر ده فقلت إذن إذا نظرنا للعدو انتهى الأمر حتى أنا أردت أن أبين لهم أمر ليفهموا أنا كان هذه المسألة حتى أقوم إخوتي مناكوهم على خط النار وأنا عرف أنهم يستمطرون نصر الله أقومهم عشان يستمطروا شوف أنا أقول لك يا شيء أنا تكلم مع عشي مصطفى قلت له فيه شيء اسمه قراءة أفعال الله أفقى فعل الله ده الفعال إحنا نريد استمطار نصر الله وإحنا متأكدين تأكدا تاما أنه سيكون لأننا سأبين لك بالدليل ولن يجعل الله للكافر تحقيقا بإذن الله تحقيقا ولن يجعل الله الكافر على الممينة السبيل لا تزال طائفة من المتع الحق ظاهرين لا يدروا من خلفهم ولا من خزرهم بس أنا بقول عشان نستمطر نصر الله الله وضع قيوتهم ما تركهاش كده لأن الله لا يحابي أحدا حتى لو كان أهل إيمان لو في محابة وأستغفر الله حشاله لو في محابة لما كان ما وقع في أحد وقع لو في محابة دا النبي عفوا أنا أتفق مع فضل التكلم ماشي الحرب الآن سيدنا حرب اليهود والغرب على إخواننا في فلسطين هي حرب دين أم أنها حرب أرض أنا أقول لك شيئا فضل المغفلون الجاهلون نعم يجعلونها أرضا بالضب والمتلاعبون يلعبون بالمصالح والقوم لا يسيرون خطوة إلا بعقيدة عقيدة لا سيدة مليهود إلا بعقيدة قتل الأطفال الآن بعقيدة لصفر عندهم في التلموت طعم يعني القوم يحاربون نابدين يعني قتل الأطفال عندهم من الدين نعم من الدين هو أصلا المفروض أنت تندهش تقول لما بيركز على المستشفات لما يذبح النساء يفعل ما فعلوا فرعون معهم ويقتل الأطفال في هذا الباب نعم نفس المنهج مسألة دينية هو بيقتلهم مش بيقتلهم عشان يهيجي الشارع أنت أنا بقى يعني أقول كل العالم ساكت على قتل وذبح الأطفال هذا دين نعم هم يقاتلون بالدين الناس لا يتحرقون إلا لدي إحنا فقط الذين قد استغفلونا إحنا أم مستعبطة أنا قلت أنا سمحني ولو عاست أتعاتبني وترجعني معك أم مستعبطة من زمن بعيد وما زال يستعبطونهم إلى اليوم الناس هذا قلت لك ساكر في حلقة كانت بيني متشارف فيها بيني وأحرار قلت لك نجح اليهود فينا نجحات عشرة صح ده عسبيل مش عسبيل الحاصر قلت من النجحات في هذا الباب أنهم سلخوا الأمة الإسلامية عن هدفها الصحيح سلخوا الأمة الإسلامية عن اعتقاد الصحيح في هذا الباب فنحن الآن كل الأمة الآن إخوات يعني في أخت فلسطينية أردنية قالت لي كيف أناقش قريباتي وأتقول في يهود نحن نكرههم ويهود نحن نحبهم عوز بالله أقسم بالله أمة مستعبطة عشان جدا أنا بغلي بقول ركزه القضية مش قضية أرض مش قضية الندم فلسطيني مش قضية لبكة أقصى القضية قضية دين قضية كونه كبرى قضية توحيد لازم نفهم هذا القوم هؤلاء مهما فعلوا والله لو أعطونا أموالهم وأرضهم نحن نبغضهم بغضة تمة لو ترى كل شيء وملكونا الدنيا نبغضهم بيسبوا الله للنهار يا سيدي القوم قالوا يا ده الله مغلولة القوم قالوا إن الله وفقير وإحنا أغنياء طيب أنا عفوا عندي إبراهيم عيسى من يومين طلع بيتكلم في القضية دي فقال وأنا عفوا بتكلم بس كوريسمه في هذه الحلقة مع فضلتك لكن للأسف هذا مما تعمت به بلوة يعني طلع فقال إن الخطأ مشترك من الجانبين فقال الجانب اليهودي مخطئ إنه بيلبس القضية لباس الدين والجانب الفلسطيني مخطئ إنه بيلبس القضية لباس الدين هذا الرجل استهزأ بالله وستهزأ بالرسول واستهزأ بالصحابة وقضح في النبي صلى الله عليه وسلم قضحا تاما عندما قال إن مجتمع الصحابة فيه التحريش فأصلا أي واحد تراه علماني أو أي واحد انسالخ من الدين هيتكلم بهذا الكلام لأنه أصلا لا ديني يعني الرجل أصلا لا يقف على الدين شيء والرجل أصلا الدين عنده ليس له قيمة فلذلك لما يريد قضية أمامه بتغلي دينا يقول ما المغفلون هؤلاء الدين ده فين الشعوب لا مش دين كله علماني لدى بدي يتكلم بهذا الكلام لكن كله بصير كله بصير له دينا يعلم أن المسألة متأصلة أنا بقى أصويب وأخطئ أقول حقا على ما قلت اليهود لا يعملون إلا بدين والله لا يضربون سروخا إلا بدين الشيخ التوراة يقرؤونها قبل القتال قبل القتال يقرؤون التوراة فالقوم مركزين جدا على مسألة الدين فأنا معهم في هذه المال وليس قلست معهم في مقال بأن الفلسطينيين يجعلونها دينا الفلسطينيين إلى الآن لم يجعلونها دينا شيخ الحبيب عشان ما كونش ظلمتهم كثير منهم لا يجعلونها دينا وأنا قلت هو الآن صنف طائفة من الفلسطينيين يقولون فيه يهود نحن نقرأهم اللي بيقتلونا فيه اللي هو الصهيون هذا جهل يعني هذا جهل للأسف موجود في جميع بلادنا تبقى القضية إلى اليوم الناس يا هذا ناس بتنزل هذا المنطلق يعني أنت أصلا اللي أنت قلت عليه المجرمين هم بيقولوا إيه من اللي تسبب في هذا هم هم يقولون أن إخواننا هناك مش هما دخلوا نعم وجروا علينا الوئلة دي نحن نقول نعم الكفة إن كانت غير متعدلة هناك ضوابط في مسألة أننا أقدم أو أحجم الآن الآن هم أقدم وحصل اللي حصل طيب نصوب أو نخطئ الفعل نصوب أو نخطئ الفعل ده هنتعامل فعل بعدين لأن أنا بقول على حماس وفضلتك عفوا لا تصوب أو تخطئ أصلا لا أقصد شيء أنا أقصد هذا المعتوه يعني عفوا سمحني أنا خليليني أتكلم برحتي وفضلتك تتحفظ هذا المعتوه الذي يصوب أو خطئ أنت قاعد مثل زوجتك في المنزل أصلا لا تفعل شيئا لنين الله سبحانه وتعالى أنت تخزل في الأمة هذه النقطة النقطة الثانية أشيخنا هم عندهم علماء يرون الواقع واجتهدوا وقفتوهم سامحني هذا الذي قلته نفس موافقة كلام حضرتك قلت إقداما أو إحجاما لازم فتوى من العالم هناك ما قلتش له ارجع لأهل العالم الأرض أو الأتقن قلت ترجع للعالم الذي عندك لأنه أتقن وهو أعلم بما هذا كلام على أهل العلم قلت ذلك فقلت إن كان معك الفتوى خلص أنت برعت ساحتك أمو الله أخطأت أصبت لكننا الآن نتكلم على الثمرة والنتيجة في البداية أخطأ أم أصبت فاهم حضرتك عندنا نتيجة عندنا الثمرة هنا الثمرة هنا الدين بيحكم فينا في ضوالك معينة فهمني أنا ما أتباكى وأقول ما أنت تسبب تتحمل لو كان كذلك لقال في آخر الزمان قضوهم وأنا عشان كده حجشتهم بغلق عليهم كل صغرة بقول الآن لما قال إنسان تصالحونا الروم صلحا أمنا فيغدرون إيش الحدث أهل الإيمان يعني أهل الإسلام عصاه قاتلوا مع أهل مع الروم قاتلوا عدوا مشتركا بينهما فانتصروا فقام الرجل ورفع الصليب وقال انتصر الصليب نعم فقام المسلم غيره شو هو عاصي لكن عنده إيه أنا أذكرهم بمحجن الثقفي كيف كان شرابا للخمر ونصر الله الأمة به به الغرض المقصود فقام قتله ثم ثم غار يعني صاروا عليهم ففروا منهم فذهبوا إلى إخواني فجاءوا بيغدرون بقى شو أن النبي سمع يغدرون فأتعوا تحت ثمانين غاية تحت كل غاية في إثنى عشر ألفا فقالوا لا نقاتلكم انظر ده اللي نحن نكلم فيه الوقت عشان نوقع على الوقت لا نقاتلكم نريد من سبى منا ها ولا نقاتلكم نعم نعم نحن بس بقا عاديين اللي هو أخطأ زي كده مش هما اللي أخطأوا انتم بيجدعوهم هما يتحملوا نتيجة اللي عملوك الظبط ده اللي بيتقال أنا بقول لك انت عندك تطبيق شرع هو الآن شغال أقول أي واحد عنده أي شي مستجد هاتوا وبين لك الصورة الشرعية له إما نبوئة وإما الصورة الشرعية التي يكون لها ضابط شرعي من التأصيل العام تخريجا على قول الشفعي ما من نازلة إلا وفي كتاب الله حلوها علمها من علمها وجاهلا من جاهلا فالآن القوم قد عصوا القوم قد جروا علينا الروم وجاء الروم بجحفلهم وأساطينهم وصنضيدهم تحت ثمانين غاية كل غاية تحتها 12 ألفا يعني المسألة هيجان عام في الروم والمسألة تكون مقتلة عظيمة فقط نزل لهم الشرزمة اللي كانت معهم وانتهى عشان تأمنوا نفسيكم هذا ليس المنطق الدين هذا ليس حل أهل الإسلام قالوا لا لا نسلم لكم إخوانا الله أكبر فهو ده المكان فيه الله أكبر أو تسلموهم أنا قلت تقوله ده ما تقول بيدعا تسلموهم أنت ماذا تفعل أنت كده أخس من اليهودي فعلا هذه حقيقة فقال لا 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 نسلم لكم إخوانا فاشتردوا شرطة حتى تقاتلوا مقتلة عظيمة فلم يستبين من الذي قد فاز من الذي خسل ورجعوا ثم اشتردوا شرطة ثانية إلى آخر الحديث أنهم بعد ذلك نزلوا جميعا نبت رجل واحد فنصرهم الله جل فعلا صادقوا الله نصروا إخوانهم فنصرهم الله جل فعلا هذا الذي يقوله في هذا الباب لا التخذيل مسأت السمرة مسأت الخطأ أصوبه أو ما أخطئ وخطئه هذا أمر هو الذي لا يتكلم فيه الآن يعني أنا باتكلم على سمرة أنت بتقول للبداية هم اللي أخطأوا أو هم ما أخطأوا سيب التصيب والتخطيئ لا التخطيئ الآن لأنه لا محلة لهم يعني ليس فيها ديانة ولا مروء ولا نخوة نعم نعم أنت الناس الآن تباد يا أيها المعتوه حاجز الزعب بس أنا أريد بقى طرفا آخر يعني قلنا هذا لا يجوز ولا يمكن أن يكون من مؤمن موحد دون سردين لأرفه على يفعل ذلك ويخذر إخوانا وبهدي الطريقة لكن لدي يجوز وحاصل الآن حاصل الآن يعني أنا عندي سؤال وأنصحهم من أمنا يعني لا يدخلوا في هذا الباب طبعا عندي سؤال عفوا طبعا سيدنا حزيز بن يمان حديث صحيح البخاري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله صحبه وسلم عفوا لا ليس حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حزيز نفسه الذي قال قال إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يومئذ يسرون واليوم يجهرون نعم هل الشيخ محمد حسن عبد غفار يرى أن هؤلاء الناس اللي الآن بيخذروا في إخوانهم وهم الآن فيما يبدو لنا يرتدون لباس أهل العلم وفيما يظهر هل هؤلاء الناس منفقين أنا لست من أهل هذا الباب ما أعرف لكن أنا أجذب أنهم ليسوا على أهل العلم وعندهم جهل الجهل جهل مركب واستنعوا شيئا يحتاجون إلى ضبطه استنعوا شيئا يحتاجون إلى ضبطه أنا معهم في هذا الباب أقول لهم أنا معكم بكلية ما عندكم لكنهم هم هنا كما قال سيدنا حزيفا يعني هم الآن يجهرون بالنفاق ويجهرون بتخدمين أنا ما أستطيع أقول هذا يعني هذه خلي أنا ما أستطيع لأنه مسائل النواية في الداخل ما يعلمها ربه البراية وإن كان عشان بس ما أهدرش كلام وإن كان أتقال الله تعالى ولو نشاء الأرى نكون فعلا عفتهم بسيما لتعرف أنهم في لحن القول لكن أنا أخطئ نعم أخطئ جدا وأنا أنصحهم نصيحة لا تخرج بهذا المنظر وأنت الله يهيج عليك الشجر والحجر بس نطلب عليه الحجر والشجر لأنه بهذا الباب كأنه يخذر حتى لو كان ما كان أنت بتخذر إخوانك أمام اليهود أنت ما تكلمتش كلمة واحدة على أنه لا العقيدة التي بينهم أنهم أكفر أهل الأرض وألعن أهل الأرض وأسوأ أهل الأرض وفين الولاء والبراء اللي أنت بتغني بيه طول حياتك لا ما فيه شغلة براء المشكلة كبيرة جدا هي المشكلة كبيرة جدا وأصلاً أنت اعتقدت كل ده في محطات محطة المقاطعة محطة المقاتلة تفهمني؟ لكن أنا أقول الآن أنا غدت الطرف عن بداية الأمر في إصابة أو خطأ لأنه ليس له محل من العرب لكن لن أغد الطرف عن مسألة مستبرار لا أنا هنا بقى هي حياتي الطرف أنا في الوسط بالاتنين أقول لها بكلم عن عمها ترى المنهج أنا في الوسط بالاتنين لازم تخطأهم الأول وبيقول لك أنا ارمي مش هو العمل كده أنا أتبرأ منه وده طبعاً تسليم تسليم تام تسليم بدون أدنى مواربة تسليم تام لأهل الكفري بأهل الإسلام وهو والنبي السلام ينهاه والله ينهاه عن ذلك وهو يسر على التسليم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا ولا يسلمه بحال من الأحوال فين عاصمه كبير لابد أن أنا أقول ده هو أصلاً أنا قلت الأمة أجمعت أجمعوا على أن لو في مسلم أسير عند أهل الكفري أجمعوا على فكاكه فرض عين على كل الأمة فرض عين على لابد أو أقول فرض كفائل لما يقوم به تأسم الأمة بأسرها فالحاصل أنا أقول الآن أنا طرف أقول الآن في وسط أنا أنا أخطئهم باقي الخطأ أنا أخطئهم من أجل من أجل الذي يريدون نعم وماذا أرادوا أرادوا نصراً نعم ماذا أرادوا أرادوا ثباتاً أنا أقول لهم في صفحة تاريخية وصفحة شرعية وصفحة تاريخية تضطروا عليها سنن كونية أنتم من نصر ممكن نقول شيخنا الحبيب أبين وجد نصر أبين وجد نصر وحدكت معقب عليها بس ما زعلش مني لو أنا مخالف لحضر لا اجد علي لا 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 فراسي بس اسمعني سيد أنت دربت علي لو وجدته حقاً أو أعرضه بس أنا هبين لك وأنت تعمل إيه فأنا الحاصل أنا اللي بتكلمي الآن أنتم أردتم نصراً نعم صح كده استمتار النصر أردتم أصلاً رفع الظلم عليكم أردتم المعاونة صح؟ أنا أقول لهم في صفحة شرعية وصفحة تاريخية صفحة شرعية من السنن التي تتبدل بها من الأحوال نعم الله اشترط عليكم شروطاً كل الأدلة التي جاءت وكان حقاً نصر المنين كلها المطلقة كلها مقيدة بشروطاً التي اشترطاها الله والله فعل ولذلك قال والله أعلم بمن يقاتل في سبيلي فإحنا قلنا إبقى أول شيء وفوه بالشرط تأتيكم النتيجة صح المقدمة صح النتيجة طيب الأمر الثاني في عيوب موجودة لابد أن أنا أنظفها لأنه أصلاً على هذا الباب ممكن نصر يأتي لكن لا يتكامل وممكن نصر يأتي لا يأتي على أنت تريد نصراً مؤذراً صح كده النصر مؤذراً في هذا الباب لابد التكامل من التكامل في ذلك لأننا أقول لك أنت الآن صح صح الاعتقاط هؤلاء القوم ليس بانك وبينهم أرض مش الأرض الأرض جاية تبع مش أصل الأصل اللي بينك وبينهم أن القوم يقتلونك على عقيدة أنت قتلهم على عقيدة القوم أنت لك أصل سأر عندهم سأر أنهم قتلوا نبيك نعم القوم يقاتلونك تهم وهم يسبون الله يعني واقف أمامك بيقول لله ولد وبيشتم نعم وبيقول يا بخيل فقير بيقول لله ذلك بيقول ماهلكم لا ترجون الآن ما أحد يتمع الواجه لله يغر لله جل فعلان المسألة عندي مع الأطفال الآن ده الله الله فأنا بحدد العدو وتحديد صحيح فأنا بصحي بأوقظه استيقظ استيقظ أنت على خط النار أنا ما أريد حتى اللهيب يمر من حولك فبقول لك أنت إنقاذك بما قلت لك نعم لا تجعل مسألة الأرض هي الأصل لا تجعل مسألة العرض هي الأصل كل ده جايتبع ولا أحد يعاتبك عليه لكن خلي الأصل والله أحلم بما قاتل في سبيل نعم لتكون كلمة الله هي الواجهر ده اللي أنا فعلته مع الناس عشان جميل أنا عندي بس سؤال هل ممكن أقول الشيخ محمد حسام الغفار خلي العتاب ده بعد الحرب ما تخلص ما فهمتني شو وجهة نظر الآن أنا زيد زيد يستمطر النصر النصر هو شرط لازم يتقلهم الشرط مش أنت عايز النصر أصلا الله ما فيش محابات قلت لك تعالى في أمور ثلاثة الأمر الأول داود قال رب اجعل أكله سلامان كما كنت لي أوحى الله لي اجعل سلامان لي كما كنت أنت لي أكل له كما كنت لك هذه واحدة النبي صلى الله عليه وسلم في أحد بعدما ركبوا الموجة بعدما كانوا في علوم عصوا النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش محابات عصوا النبي كان هيحصليه كان سيقتل النبي حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف 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 شجوا نبيهم اللهم لعم فلان وفلان فقال الله لكن لكن أنا رأيت فيهم يعني يا شيخ الحفيم رأيته الآن في صف المقوامات ثبات على لا إله إلا الله هو هذا ما أنا بزيده رأيته حقيقا فعلا للتوبة والعباد أنا بزيده أنا بزيده بقوله صح نيتك عشان نزيدك جميل نقي مداخل الفكر الغلط عشان نزيدك أقول له اسمعني المسألة لا يجغلك الأرض فقط هم يريدونك كذلك يريدون حتى صراع إنك لما أقصى شيء عندك إنه إيه الأرض لكن لكن عفوا نشيخنا يعني أنا دعني أختلف مع حالك أنا ما أراه الآن هو خلاف ديني يحرب على الدين هم المقاومة في فلسطين وفي غزة مدركة ده تماما نرى منهم ذلك في كل مقطعهم في كل فيديوهاتهم بس هل في وقت هذه الفتنة الرهيبة وهذه الإبادة التي تحدث لهم هل وقته أقول لهم لأنتوا عندكم شكوا فلان كذا شكوا فلان لا مش وقته أنا عايز نوصل لهم عايز إنقاذ ممكن أنا دعاية رد لسته صالحا ما هو دعاء فضلتك رد ليه إذا كانوا هم على النهج ما أنا هو دا اللي بتكلم فيه أنا عايزه على النهج الآن بقوله لا صح صح الطريق أنا لما بقوله كده لا أعيره ولا أن تقسمه راحت مات ده الوسط لهو ممكن نعله بألف مني لكن فيه خطأ وقع فيه وفيه خطأ وقع فيه فأنا بصعح الخطأ عشان يصح المصور يعني أنا أقصد هل دا وقته أيوه وقته لأن أنا عايز أنت ما فهمتليش خلينا في البداية بالله كون معي بس تظهر لك خلني معك أنت ماذا تريد ده وقته قتله وتشريده وانتقابه والدنيا كلها ماذا تريد ماذا تريد قل لي النصرة النصرة دي لها شرط أنا ببقيل له الشرط بقول له أنت ماشي غلط ما هو أنت ماشي غلط دي فضلتك حكمت عليها إزاي ما قلتها له أنا قلتها ده موضوع عديد منتسل يعني موضوع عديد منتها ده ما يعمل دي أنا بكلم على الحرب الآن الآن ده اللي حصل هل هم الآن خذ مني خذ مني هل أنا أصلا هل أنا بكرر الكلام ده أنا لما قلت لا عشان أبشرك بعتولي رسائل قالوا والله لا نقاط إلا عندي ده مام ده رسائل تمام طيب فضلتك ما تنتهي بقى عن العتاب تنتهي خلاص طيب خلاص ما هو ده أنا أنا ببين لما قلت في مقدمة المسألة صح المصار أنا أريد نصرة أنا أقصد هل نصيحة صح المصار دي ممكن حاجة تسكت عنها الآن ما خلاص ما هم أجابوا طيب الحمد عشان كده أنا ماشي معاك ليه أنا ابتدأت هذا الباب عشان أصح المصار لأنه نشوف حضرتك ربنا رسائل قال الطريق ده تمشي فيه تصل فيه الكازم ما فضلتك شئ أنا حاك وعدتني مش تزعل منه لا أستغفر الله ده الله يحفظه حق حق هؤلاء المعتيه طبعا اللي مش أهل علم دول مشكلتهم إنهم مش نستوعبين اللي حاصل في الأرض الآن هم مش مش فاهمين يعني هذا الشيخ اللي طالع بغطرة وأنا مش أقصدش الغطرة مشايخنا وفوق رأسنا كلهم لكن اللي طالع يقلد ويصخر ويعمل مش عارف إيه وبتعب بهذا الشكل الدنيء اللي بيطلع به والشباب بتوعه بيسمونه مخرجة ولا مداخلة بيسمونه إيه يشيروا عين عوراء عين عوراء وجه الملكب أنا بقول لك عين عوراء وجه الملكب ناس ما عندهمش إتقان في العلم المشكلة عندهم هامشية وبعدين كما قلت لك بيبقى فيه فيه شيء أهواء من الأهواء النفسية بتلبس لبس الشرح لكن أنا قلت لك الذي يصح لك المصغر أراد نجاحك أراد أراد ليه لأن أنت أصلا الله اشترض عليك الشرط ده فأنا كما قلت لك أصلا أنا حتى في درس قلت لازم يطلع أبو عبيدة وغير أبو عبيدة يطلع الأخ المتحدث زي يقول احنا قتلنا معهم دين نعم بأكثر يقولون زي لك الله بعثوا لي بعثوا لي بمسائل كل فيديوهاتهم كلها يستحضرون منها كلام الله وكلام الله ممتاز أنا عاوز أعرض فيديو الآن الشيخ محمد حسن الغفار يؤدي رأيه إيه ده طفل من فلسطين في غزة المية مقطوعة عليهم الكهربا مقطوعة النت مقطوع أمطر الله سبحانه وتعالى عليهم المطر فهو وقف بحلة بسيطة ويملاها مية وبيقول يعني مهما منعتم عننا المياه الله سبحانه وتعالى يبقى يستمطرون ما يمطروش أنا أصلا علقت على فيديو وقلت العشرة منه في الدنيا كلها تستقيم طب أشوف الفيديو وارجع بس عبل المتاعدة الرجل أخذ ابنه رقباته انتهت وأوقفه كده ونزل السماء قالوا رضيت يا رب خذ من دمائنا ما شئت لترضى رضيت يا رب فأنا أنا أنا مت قلت عشرة من هؤلاء نحن لن تسرع على مش جيوش التطار كل جيوش العالم وده اللي بيحصل لذلك أنا أصلا لما كلموني ناس من اللي بيكلموني قلت لهم أنا معهم قلبا وقلبا وأنا أنا بدفع لهم لا عليهم مفهوم وأنا قلت لهم أنا جبت كل الأدلة سد الصغرات حتى ناس من الأردن بعثوا لي شكر قالوا لي مكنوناش عارفين نرد على البشارة اللي أعمل لك الكفرة المبتدعة نعم أنت غلقتني لأنا بقول أنا سير معاكم بس أنا بقول هات إيدي في إيدك عشان ده الطريق المستنيل نعم أنت ماشي في الطريق ده بس بعد كده قال لي أنا ماشي بنفس الطريق أقول له انتها الموضوع أنا الآن أنا دعوت الله أكون 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 خادما أو نعلم تحت أقدامهم رضي الله عنك يعلم الله وجل في علاه أتمنى أكون نعنى تحت أقدامهم لما يفعلون الدين اللي يفعلونها العز يا شيخ عز عز الإسلام ما بس شعر شي بيا لا يلا من فعل هذا رفع راية الجهاد ليس بحينا لكن تكون على ضابط الشر نعم مشاهد مشاهد الكرام هذا الفيديو لأحد أطفال غزة ثم نعود إلى التعقيب ومعنا حقا لله يا جماعة إنه الله سقار من ماء المدى وإنه يا جماعة الله عرف إنه إحنا بنعاني ونمسل الماء من عين ماء حلوة يا جماعة مشاهد إيمانية كتير جدا في الحقيقة بيعبر بها أهل فلسطين وأهل غزة عن معاني الصمود والقوة والارتباط ارتباط القلوب بالله سبحانه وتعالى شيخنا الحبيب يتعليق حضرتك على مثل هذه المقاطع أولا أهل غزة العزة نعم هم عزة نعم نعلموا الناس جميعا كيف الاتجاه إلى الله جلالي فعله نعم شوف في حكم كثيرة جدا من الضغط عليهم هذه الضغطة الشديدة عليهم لتظهر معاني الإيمانيات تعرف إيش هم الله تعالى بيوصلهم لحالة هي أعظم أحوال العبد مع الله جلالي فعله نعم اسمها حالة صدق الافتقار مم صدق الافتقار لله جلالي فعله موسى عندما قالوا له الملأوا يأتمنون بك ليقتلوك فأخرج إني لك من الناصحين قال له الناصح فأخرج منها خائفا يترقب مم فمشى هرب منهم حافيا مم لا طعم لا شرب نعم لا شيء حتى في قدمه يأكل الشجر شدة الجوه ثم عرض إذا أرد الله شيء هي له أسبابه وصل موسى إلى حالة إيمانية معينة عجيبة فعرض له عارض أنه وجد امرأتين تزودان ما معهما رجل فسقى لهما نعم كان طبعا مضطاء البيع لا يحركه إلا ما يصل إلى أربعين رجل حرك البيع سقى لهما هنا الذي أقول به أهل غزة الآن تصورهم وتصور موسى عليه السلام حتى تكون الصورة واضحة جدا على ما أقوله أن الله جعل أخذ أهل غزة لهذه الصورة نعم تسمى صورة صدق الافتقار الله إلا الله لنفعلها موسى كل أسباب قطعت شارف على هلاك نعم وانتهى الأمل انتهى فنظر إلى السماء بعدما سقى لهما تولى طبعا الشهام المرؤة هنا قدم ودل بقوله أهل غزة يقدمون الآن كما قدم موسى يقدمون نعم طيب قدموا هم قدموا أروحهم ودماءهم قدموا بأنهم صمدوا أمام هذا الكافر العاتي هذا التقديم فقدموا كما قدم موسى أنه سقى للمرؤتين شهام ومرؤة وإحسان للغير وأن الله أحب أن يحسن العبد الله الشكل اللي قلت لك أبغض الناس عند الله من يسلم أخاه للعدو وأحب الناس إلى الله من أنقض وذب عن أخيه الله أكبر هذا كلام عاقل كلام العلماء فضلك بذكر ومحتاجين نوصله للناس لأن الناس يفطرون كلام فضلتك في مناطق معينة وينشرونه فيظن الناس بفضلة الشيخ محمد حساب غفار أنك ضدهم فمصيبة مراد هو مراد هم عايزين ثقة العلمي هل رجال عليكم بس هم لو تبينوا وأصلا لأنه المشكلة واحد دخل برضو أنت إزاي سيب القضية فلما سمع وأعطوه المقاطع وكتب احتزار طويل جدا سيد نعم فهي أني فالحاصل أنا أقول هنا أحسن فأحسن نعم هو وصل الافتقار عجيب جدا قاله ربي إني لما أنزلت إليه من خير فقير فقير في أمور غزة أنا لازم السوتين يبقوا أمامي الآن غزة وصلت لهذا الطريق بأمر معين موسى عليه السلام مع كل الضغطة التي هو فيها وهو مرتعب نعم مزعور هربان فار ومأوى اللي بيذهب إليه اللي يريد قتله من فرعون نعم اللي تبح أطفالهم وهم يفعلون ذلك الحمد لله إن شاء الله سينتقم له منهم أشد منتقام فرعون نعم بإذن الله تعالى فموسى وصل لدرجة عالية جدا من الافتقار فنظر للإسلام فقال ربي إني لما أنزلت إليه خير فقير غزة قدمت أروح ودماء وأطفال ونساء طيب وانتصار وصمود أمام القوى الكافرة طيب موسى قدم سقى للمؤتين موسى ودد في نفسي أنه لا باب مفتوح بحل من الأحوال إلا باب الله غزة وصلت لهذا الطريق أصلا ما في أحد معهم ما في أحد بجانبهم ما في أحد أنصرهم المخزنون كثر المثبتون كثر المنتقدون كثر طيب وكل قوة الكفر اجتمعت علشان واحد إبادة هؤلاء القوم نعم ما في عندهم باب يفتح بها الله أراد أن يوصلهم إلى ذلك فأنا أبشركم الله أنتم في خير أعام مما يتصوروا الإنسان بأن الله أغلق عليكم كل باب فاتح لكم بابا واحد وهو الباب الحق وهو أوسع الأبواب وهو الذي يعني تصلون لما تلونها بأسرع ما تكون نعم باب الله جل فعلها فصحى الافتقار منه وده الذي أثر فيه جدا الرجل أخذ ابنه الصغير المقتول ورفعه إلى السماء ونظر إلى الله جل فعلها فقال يا رب هذه دماء ابني يرضيك يرضيك خذ من دمائنا ما ترضى الله ونحن بك رضون نعم الرجل رضي بالله رب أنا أتكلم عن حالة لوصل إليه فوصلوا هنا إلى صدق الافتقار وصلوا هنا إلى صدق الافتقار وفي هنا أشارنا زي ما فضلتك ذكرت الصدق المنقطع النظير هو هذا يعني تذكرته تمام أحد أحد الصحابة الكرام نعم عندما أوقعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم أو أصيب النبي صلى الله عليه وسلم تدخل وحده وقال اللهم خذ من دم اليوم حتى ترضى كنا نسمع عن هذه المواطن الآن أهل غزة بيعملوها أنا وصلتك بقصة وفرعون في النصير وفرعون هو هذا العذب بني إسراء إن شاء الله يكون نفس الأمر بإذن الله تعالى كما فعل مختنصر بإذن الله الغرض المقصود نقول موسى وصل لهذه الدرجة بأنه صدق الافتقار تام في القلب غزة الآن صدق الافتقار تام نعم لأن الله قطع عنهم كل السبور تعال أردتم عروبة ما فيش عروبة أردتم جامعات راحة جاية ما فيش جامعات نسيب الجامعات أردتم عروبة ما فيش عروبة أردتم نوصل من غرب أو من شرق ما فيش نوصل من غرب أو من شرق ما في أي أحد معكم نعم فقط الله إن كان الله معه فمن علي الله أكبر فقط الله معكم إذن معكم كل شيء نعم عشانا أنا أقول وقول تبعاتي وإخواني ما أقول لهم استمطروا استجلبوا الله استجلبوا الله استجلبوا الله معكم نعم لأن الأصل في هذا إن كان الله معكم الحجر والشجر والسماء والأرض والقمر والشفر كله معكم فهم هنا وصلوا إلى هذه الدرجة صدخ الافتقاء ما فيه أولا كل الأسباب قطعت كل السبل قطعت عندهم سبيل واحد فقط هو سبيل الله جل فعلها فصارخوا صارخة موسى عليه السلام ربي إني لما أنزلت إليها من خير فقط وأنا والله والله وبالله وطلع تحقيقا أنتظر ما كان لموسى أن يكون أهل غزة نعم فإن الله جل فعل فجاءته إحدهما الفاء هنا أهل اللغة يقولون فاء التعجيل فاء الفجائي الفاء السرعة والعجلة فاء التعقيب نعم أول مقال ذلك الاستجابة جاءت وهم أول مقال ذلك أنت تسمع الآن كل يوم نسمع على نصر جديد ورفع جديدة وهذا سيحدث معهم ومع المقاتلين يا رب فأنا أقول أهل غزة صالة وصلوا كما قال الولد وقال قطعتم عننا كل شيء المطلب نازل من السماء من الذي يملك المطلب من السماء؟ الله سبحانه وتعالى أرسله الله سبحانه وتعالى أرسله حتى اليهود الله أعطاهم المن والسلوى لكنهم جحدوا من عمل الله للفعلات الذي أقوله وصلوا لصدق الافتقار على تلمعاني الإيمانية صحة اليقين في الله كل هذه مادة استجابة الضهر نعم كل هذه مادة استجابة الضهر شيخنا الحبيب الشيخ محمد حسن في ختام هذه الحلقة كيف ترى مستقبل إسلام خلال الفترة القادمة نعم لا سيما مع تكالب أهل الشرق والغرب وكما قبر النبي صلى الله عليه وسلم تتداعى سائر الأمم نعم كما تتداعى الأكل على قصعتها نعم كيف ترى مستقبل الإسلام خلال الفترة القادمة إن شاء الله خير بإذناء أولا أبشر الإخوة في غزة أبشر أهل الإسلام الصادقين نعم أقول لهم نصر الله لا يبعد عن الأمة الإسلامية نعم وأنا أقول لكم صرخة هاجر نعم تصرخ الأمة الإسلامية الآن صرخة هاجر قالت لإبراهيم يا إبراهيم قال الله أمرك بهذا قال الله قال إذن لن يضيع أنا أقول لله لا يبعد عن أهل الإسلام نعم بحال من الأحوال أنا أبشركم بقول الله تعالى خبر وإن شاء نعم وليجعل الله للكافرين على المؤمنين السبيل الله أكبر استبشروا بهذا خير الله أكبر سقوا في ربكم نعم وليجعل الله للكافرين على المؤمنين السبيل وأيضا أبشركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما أقل لفاطمة والحوالك والأمور اشتدت جدا قال لا بأس على أبيك بعد اليوم نعم لن يترك هذا الدين بايت مدل ولوابن لدخل بعض العزيز نعم وقد كان وقد كان وقد قال للمسلم بشر هذه الأمة بالنصر ورفع والتمكين إلى يوم الدين والسنة نعم إلى يوم الدين وقال لتزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضروا من خلفهم ولا فاستبشروا ببايعكم الذي باعتهم نعم استبشروا في هذا الباب الأمر الثاني الإسلام إن كنتو أنظر بالنظر الصحيحة الدقيقة الإسلام يحتاج إلى رجال نعم المسألة الآن وصلت إلى النهاية الكيد ظهر المكر ظهر الكفر الطاغي ظهر الكره والبغض لها الإسلام كل ذلك ظهر فيحتاج إلى أن نتكاتف لا نفترق نأتلف حتى ما أخواننا الذين يفعلون ذلك نعلمهم الخطأ لنأتلف أردتم السنة خلي أيدينا مع بعض حتى نصل للسنة نأتلف ولا نختلف ولا نفترق إلا في الحق المسألة ليس مسألة التجميع المسألة في راية محطوطة كلنا ينزل تحتها راية التوحيد قضية الكون الكبرى والأمر الثاني المهم جدا أقول لابد أن يضاعف العمل أقول لك شيء يعني كلمني من أحبه وأحب نصيحته لي وهو مخلط جدا في نصيحته أحسب لك وأحسبه قال لي ما شاء الله أنت تتعب جدا قال لي كلمة أوجعتني عرتني بيانت ما أنا فيه من نذالة أو قال لي أتحسب أن هذا كفاية لله عليك الكثير أنت لم تفعل شيء سبحان الله أقسم بالله قال لي أتحسب أنك فعلت شيئا لله لا كفاية الذي عليك كثير ضاعف ما أنت فيه مضاعفات نعم وأنا أقول قبل أن نضاعف لابد أن أقول للناس بأسرها لابد أن تلتفوا حول العالم لابد أن تعرفوا الناس بالعالم نعم لابد أن يكون الوسخ بينكم إيه لي يجعل حضرتك تنهار هذا الانهيار وتشتد هذه الشدة فاهم ليه؟ لأن الناس الآن بيلتفوا مع كل ناعك مع كل ناعك فقدمنا حضرتك فقدة خطأ آسف بقى أنا سأرجع بقى باللوم عليك نعم وطبعا هتسمحني وتعفو لا في قراصي شيخ يرجع بقى يرجع للمتصدرين في نعم البرامج مش البرامج بس اسمها الشاشات الشاشات فهم كلها 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 سمحني بقى نعم وده اللي أنا شفته في كل القنوات كلها لها منطلق واحد مش منطلق أن تقدم القراءة الصحيحة والمادة الصحيحة كلها منطلق واحد ما يطلبه المستمعون لأنني أنا عايز شهرة عايز ناس تسمع كتير عايز مشاهدات ده اللي بيحصل وده ده حقيقة لكن ممكن نقول الشيخنا الحبيب زي ما علمتنا يعني إلا ما رحم الله طبعا أنا رحمه لا شك أن هناك صادقون يعني طبعا أنا قال هلك أهلكم نعم أنا قصد لازم أفهم ذلك من ده موجود فليه دول طلعوا طبع عملوا كده لنه يفيش علم أصلا لو طبعا سامحي لو كانش النباز موجود وأفتفته كل هؤلاء هاعملوا حاجة نعم هل صوتهم كانوا يكون مسموع لا عايت ليبقى لأن الأمة كلها لما استقبلش النباز وعلمت أنه العالم الراصين وهو العالم الراصخ جمعت الناس كلها عليه وهو الآن اليهود المراد ما فيش حد يجمع لحد أي حد تراه مبرزا وسيعلم الناس رسوخه أسقطوه نعم بأي طريقة ما أسقطوه وده الحاصل والذي يفعل ذلك نعم فالحاصل من المهام ما بقى عليكم هو يعود الأمر على ما كان عليه أن الأمة بأسيرها تلتف حوله نعم قاله علماء لأن العالم إذا أفتع بها دفاته وكانت حق مش هيسلم المسلمين صحيح هو العالم متى يعرف نعم في الضوائق في النوازل نعم في النوازل نحن في نزيلها الآن والنزيلة هنا لازم يستبصل بها المرض استبصارا وأنا تعجبت من كل الكلمات اللي هنا واللي هنا إما عطفة عطفة جارفة تأتالح نحوها نعم تصار زائف لا دي عطفة مش هيجيل العطفة في أحد خلتك لاتسبب فيما صحيح فعطفة وإما إما جهل المركب بعين عورا نعم فالحاصل لابد من الرجوع إلى العلماء من أجل أن يكون الإسلام النقي سترفع رايته وأقسمه وبالله وطالله الغرب أخوف ما يكون عندهم هو أنه يظهر تظهر العخيدة الصحيحة صحيح وتهبنا فالتخفي الناس حولها نعم كل الدنيا خلست أحسن الله عليك رؤدي الله عليك رؤدي الله عليك دكتور محمد حسن عبد غفار جزاك الله عنه خيرا سيئا رؤدي الله عنك وبارك الله وفوه عمرك علمتنا وأحسنت إلينا وأسعدتنا والله رؤدي الله عنك الآن انقشحت الغمة ويفهم الخطأ إلا أني طبعا 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 وعدم وتحديثي بين يديك ليس لأمثالي أن تتكلم في وجود علماء تعرف أنت ماذا فعلت أنت أحسنت لا إحسان معالمي على الأقل أنك نزحت سطارا عشان الأمة كلها تشوف مش أقول أنتوا فاهمينه ده أنت أصلا أحسان إليه هذا أنا ما دينه به الأم نص الله الأمة الإسلامية يا رب نص الله نص الله نص الله نص الله نص الله أن ينصر أخواننا المجاهدين نصرا مؤذرا أزاكم الله خيرا مشاهدين الكرام دائما أوضح فضلة الشيخ الحبيب في هذه الكلمات أن تنصروا الله ينصركم نصرة الله سبحانه وتعالى تأتينا بعد أن ننصر نحن الله سبحانه وتعالى وأن نصحح اعتقادنا في الله وأن جد التوبتنا وأوبتنا ورجوعنا إلى ربنا سبحانه وتعالى وأن نثق في وعد الله سبحانه وتعالى المعركة الآن مشاهدين الكرام أوضحت الأمر مثل الشمس في وسط النهر انقسم الناس إلى فسطاتين لا ثالثة لهم إما فسطات الحق وإما فسطات الباطل فانظر إلى أي فسطات أنت تنتمي وإلى أي فسطات أنت تجاهد وتقف وتدعم الآن حق وباطل هذه معركة لا غموضة فيها دي مش فتنة هذه ليست فتنة هذه معركة واضحة في الراية معركة دينية اليهود والغرب أتوا بخيلهم ورجلهم للقضاء على أهل الإسلام أن يخرج الآن مخذل يخذل في إخوانه ويخذل في المقاومة في أهل فلسطين فهذا رجل عدمت عنده النخوة والمروءة قبل أن أقول أن عدم الدين عنده قضية الوقوف بجوار إخواننا واجب على الجميع كما أوضح الشيخ وهذه رسائل مهمة جدا نصرتهم واجبة الدعاء لهم واجب الوفاء معهم الآن نعم قضى لهم الناس جميعاً بدعائنا ونصرتنا أن يثبت الله أخذانهم وإظهار الحق الذي هم عليه وإظهار الحق الذي هم عليه وأن القوم يقاتلونها عن دين نعم نعم وأن القوم يقاتلونها عن دين نعم وإظهار الحق كذلك والدعاء لهم بأن يثبتهم الله وأن يعينهم على تصحيح عقيدتهم وعبادتهم وتوبتهم إلى الله سبحانه وتعالى وأن ينصرهم على إعدائهم وأن يتقبلهم في الشهداء وأن ينتقل أن يهد عدد نعم الشيخ الحديد ووجوب ووجوب الإضرار بالأمة الملعونة نعم وجوب وجوب الإضرار بهذه الأمة الملعونة على كل من قادر ذلك ولو إضرارهم بالكلمة نعم لا يتوانى أحد أن يفعل وإلا والله فهو في قتل العظم نعم أزاكم الله خير شكرا الحبيب وشكرا الكرام بهذا الحد نكون قد وصلنا إلى خلال من هذه الحلقة لأن نلقاكم في لقاء وتجدد آخر بإذن الله سبحانه وتعالى شكرا لكم وسائلين الله سبحانه وتعالى أن ينصروا إخواننا في فلسطين وأن يثبتهم وأن يداوي جرحاهم وأن يشفي مرضاهم وأن يتقبلهم في الشهداء وأن يسدد رميهم وأن ينتقم من اليهود المعتدين ومن عاونهم اللهم أمين وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة شكرا لكم